عيب يا رمضان. عيب يا رمضان دي فقرة النهاردة معجبتنيش. الوقت رمضان صبحي قفش خلاص فلوس واتفرعل على مصر بحال. جالك علي جابر قالك ايه جاي. رد عليه عمر جابر بيقوله. رد عليه شنوص مش عارف ايه. رد عليه عبدالله الساعدة بنشوف من اللي داخل. ماشي. مقبولة. لكن تطلع يا هلا تعمل كده. عيب. عيب يا رمضان. بتعمل كده لمين يا ابن. ما بتعملش كده خلل جمهور النادي لأهلي. وما بتعملش كده خلل الإعلاميين. ما بتعملش كده خلل المسؤولين اللي ربوك في النادي لأهلي. لما تعمل كده عيب. ده اعلان ما يبدأش بيه. واللي عملهو لك ما لوش ما عندوش فكرة ازاي يقدمك وتقبلك الجمهور. ده بيقدمك عشان الجمهور يرفضك يا ابن. اللي عملك الفكرة دي بيقوله. لا ده تعد بوصة للناس وتقولوا مثمن شكرين vita عيبي يا ابن cudم بي open غير متفهمش غير فقدم 와서 أمور النادي الاهلي أو غير مسؤول الادي الاعلاميين الى قالوا عليك انك بعت تاريخك في النادي الاهلي وخنت't العشو المالبي وقيقلو كده من حبهم ليك من حبهم ليك فهمتى نعملedly tda عييب لكن هو لو بيفهم بقى اللي مصمم لك الفيديو ده يعني بتدفعه فلوسه على الأرض يا أولاد هاتوا واحد بيفهم يدوكوا فكرة كويسة يقدم لكم أغلى لعب عندكم لكن يطلع عامل كده لا يا بعيد ده خطأ يعني جسيم ما تنساش انك انت لعب في منتخب مصر سواء الأولمبيا أو الأول وان الجمهور هتحتاجه وان الجمهور هو الأساس عسام الحاضر هرب من هنا وجلعب ماتش الأرشانتيني استاد القاهرة الجمهور مهتمش بلعب الأرشانتين نجوم العالم اهتم انه طول الماتش بيشتم في مين في الحاضر فان تكسب الجمهور بقى انت أفشت الملايين وزبطت حالك وقلت النهاردة اني ايه لا استشارت شريف إكرامي ولا كابتن إكرام ما يبني ما انت تبقى ليه الأصل لو ما استشارتش كابتن إكرام ويبقى عندك حد أب بالشكل ده أو حمى بالشكل ده وما تشاوروش ده اللي مالوش كبير يا أهلا بيشتري له كبير يا أهلا يبقى عندك كابتن إكرام يا أهلا وما تشاوروش يا أهلا لا طبعا ده انت الأساس ده خبى من استشار وزي ما الناس قلت لك فرق الفلوس كان هيبقى في إيه في الفوز بالبطولات ما هو ده فرق الفلوس في الإعلانات طب خده دي قلتلكم قبل كده أقول لكم السر في زيادة العقد من 3 سنين إلى 5 سنين قلتلكم قبل كده أن رمضان صبحي خسر 10 مليون جنيه في أسبوع اللي هو تايجر إعلان تايجر وإعلان فودافو طب إيه اللي حصل قال لعمر بسيوني عمر اللي هو مدير التسويق هناك عوض قال له لا مفيش تعويد وقلتلكم الكلام ده قبل كده في فيديو إيه بقى السبب في أن العقد بقى خمس سنين السبب لأن العقد بقى خمس سنين هو تعويده عن الإعلانات وزيادة المبالغ المادية السنوية خد يا سيد أول حاجة ده مش بس رمضان اللي هياخد الراتب السنة واللي بياخده لا ده هياخده زيه عبدالله السعيد لأن عبدالله السعيد في بند في عقده المسواب إن هو يبقى على العقد أو المسواب أعلى عقد فجاله رمضان أعلى من قال لهم لا ما ينفعش فاتسواب رمضان فعشان كده من حق عبدالله السعيد اللي هم استنوا ده حد داخل هو نشوفه ومين عقده زياد كسب فلوس الولى ما يفرحش ليه من رمضان جاي كده طيب لما عمل خمس سنين دول كان بهدف تعويض رمضان عن خسارة الإعلانات وعملوا له بقى بونس مش عايف لو كسبنا الدور إيه لو جبت كام هدف إيه لو عملت كذا أسست إيه لو العقد بتاعه بهذا الشكل الاحترافي يعني شكل يبقى فيه دوافع ليه إنه هو يقرص على نفسه ويشد حيله ويحاول المساهمة في الفزب البطولات أو سأقول على حاجة مهمة جدا الفريق اللي مالوش جمهور وفزب البطولات في السنوات الأخيرة وعمل بطولات أفريقيا كان مقاولين العرب بس مقاولين العرب في التمنينات والتسعينات وكده وكسب الدوري وكسب اتنين كاس أفريقيا وخرج في التالتة من قدام النادي الأهلي ورجع كسب تاني بعد كده عمل ليه مقاولين العرب مقاولين العرب كان يستقطب الجماهير ويبدو احترامه للجميع ولم يكن يسعى لاستغلال قدرات المالية الضخمة في تفريغ الأندية من النجوم أو استعداء جماهير الأهلي أو الزمج فرقته يروح يجيب من برة يزبط الدنيا يزبط الدنيا يزبط الدنيا كان عنده عبد الرزاق وأنطوال بيل ومين تاني يا ربي عبد الرزاق وأنطوان بيل كان حارس مرمى كان عنده حد تالك لا هما الاثنين كانوا مكسرين الدنيا مكسرين الدنيا فرق بقى جمدة بقى فرق جمدة زمزم وزعدي الشيشين فرق جمدة وكسب وبطولة أفريقيا طيب أول حاجة كان الجمهور يروح يشجعون في المراحل الأخيرة عشان كذا طيب إنت عاوز تكسب تعاطف الناس عشان يشجعوك ويسندوك وحكاية ورواية صح ينفع بقى وإنت بتقدم اللعب اللي إنت جايبه وواخده من هيدرس فيلد مش بالنادي الأهل عشان يبقى متفقية النادي الأهل يبقى من زمان وقبض وكل حاجة من قيم محمود طه ستوك سيتي توقع عامل كده لا دي حركة عيب عيب ينفعش تعمل كده في تقديمة لإنك إنت لو قاوز تعمل حاجة لازم تعمل كده شكرا ده فيدي ألف شكر تتعلمها من محمود الخطيئ تتعلمها من أونك لاب المعاط تتعلمها من أي حد لكن قلت دي فيها تعالي وغرور وكبرياء تحليل البادي لانجويتس والحاجات دي ده أمور مهمة لنجم كرة القادم لازم الجمهور ده هو رصيدك هو رصيدك لازم تكسبه خاصة جمهور النادي الأهلي ليه؟ لأنك أنت ابن من أبناء النادي الأهلي ما ليش علاقة بقى أن البعض بيعتبرك ابن عق مش ابن عق ده موضوعك وموضوعهم لكن في الآخر مفترض حتى تكسب التعاطف طلعت برق كابتن شريف إكرامي طلعت برق كابتن إكرامي برق شريف إكرامي قبلها منك لكن يبقى عندك إكرامي وتقول ما شاورتوش تبقى غلطان يابقا لأن ده أب ومتخصص في هذا المجال ونصحته ليك كانت هتبقى يعني هي الخير لك فأنت لو ما شاورتوش تبقى غلطا وده يخلينا أقلق عليك ولا على تفكيرك كابتن عفوز كل دا ويتنج يا كابتن وتتلف على القناة بعدين تجينا يا كابتن يا كابتن سيد مش كده الجمهورة عايزك فدي جزئية جزئية التانية بالنسبة لرمضان قلنا طبعا عبدالله السعيد قالك أنه خلصوك ثلاثة ونص الأهلي بقى له حقين عند عبدالله السعيد عند الوقت رمضان صبح إيه الحقين؟ حق الرعاية لأن تحت 23 سنة أخد حق الرعاية هو وهدرسفيلد وستوكسيتي وفقا للعقود والآن له حق تالت حق تاني أول مرة نسبع بيه وهو حق التضام حق التضام فبرضو له الحق ده رمضان صبحي أكتر نقطة دحكتني في تصريحاته أنا مش بتحمل عليه والله العظيم لما قالك إيه انتقلت إلى بيرامدز ليسة من أجل المال من أجل إيه حبيبي يعني انتقلت إلى بيرامدز إيه قالك اتفقت رغباتنا اتفق عرضهم المالي مع هواك أوكي خليك شجاع وواجه الناس قول إن ده العرض المالي الأعلى بالنسبالي لكن برضو لكن ما جيش أقول إن أنا رايح بيرامدز عشان إن أنا هقدر حقق بطولات وما حققوا بطولات إيه يعني في ثلاث سنين حققوا إيه حققوش حاجة ونتمنى لهم التوفيق ويحققوا وعندوا عناصر ممتازة جدا لكن ما عندوش أهم حاجة وهو عنصر الجمهور المحترم طيب فيه تغريدة للمشار تركي على الشيخ اللي هو عندما يكون صورة قصيرة تكون مستباح أضعوني وأي فتن أضع الناس بتفسرها على إن هو إسقاط على مؤتمر رمضان صبحي وأعلن انضمامه رسميا إلى نادي بيرامدز أظن أن جمهور النادي الأهل لم يعد مهتما بموضوع رمضان صبحي ما بقاش يشغل دماغه ما بقاش يشغل دماغه تاني حاجة إن الأهلي بيتأثر طبعا بالنجوم الكبيرة اللي بتمشي ورمضان نجم كبير وهيأثر ولو مرحلي لكن في كل الأحوال الأهلي يكسب نفسه أهم من أن يكسب لاعب ليه؟ لأن الأهلي قدم كل اللي عليه وحصل على موافقة هيدرس فيلد على 3 مليون سترين 250 ألف ماشي هو الوقت جئال رمضان صبحي جئال لا أسيبوني شوية فكر وعمل وسوي كان في الوقت ده بيرامدز دخل وخلص معاه أعلى الرمضان صبحي من فترة انضمامه إلى نادي بيرامدز رغم أن هو لسه المسلم ما بدأش يعني المقطورة النهاردة أنت عاملوا ليه؟ لسه المسلم ما بدأش طب هتقول في فترة راحة تابوها لا ينضم لتدريبات الفريق؟ هلا يظل في الراحة السلبية؟ المهم عاوز أقول لكم على حاجة تانية لأن دي كارسة بكل المقاييس عرفتها من اللجنة اللي بتحقق هرجع لكم تاني لبعض الأخبار لكن دي كارسة 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 فيه لشلاجنا شكلها معالي وزير الشباب الرياضة المحترم من دكتور أشرف صفري لبحث حكاية الكؤوس الضقيعة اكتشفوا إيه؟ واحد أخطر ما اكتشفوه حتى الآن أن السيف الدهب فيه اتنين سيوف دهب ضاعوا وقل إن هما سيوف دهب مرصعين والجرد بتاع اتعاد الكرة مفوش أي حاجة قبل 2013 قال لك كل شيء راح وتحرق طب بعد 2013 حاجات دي مش موجودة في الجرد طب الكؤوس قال لك فيه كهاز كانت سرق وقتها وفيه كهاز مش لقيينه في الجرد والجرد من 2013 لحد النهاردة عمره ما أثبت وجود كؤوس بل أن الأستاذ علي لاحظة وقال لك اسمه بالكامل اللي بيه علي كامل اللي هو مدير المخازن قال لك أنا مدارة 30 سنة لا شفت كؤوس ولا المخازن دخلها كؤوس ده خبايا في لجنة الحال اللي لم يعلن لما تم الإعلان عن نتيجة اتعاد فيه لكن أخطر حاجة قلبة الموازين هو أن فيك سيف دهب حصل عليه كابتن محمود الخطيب إهداء وهو في المنتخب وكازد